اطلقت مؤسسة الفكر العربية تقرير العربية تاسع لتنمية الثقافية تحت عنوان ثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون السياسات المؤسسات التجليات وأوضح رئيس المؤسسة الأمير خالد الفيصل أن التقرير يسهم في إيصال المعلومة عن الحالة الثقافية في الوطن العربية عندما تتكامل الثقافات تبنى الحضارات ولا تزدهر الدول إلا بالارتقاء بهذا المنظور فالثقافة هي المرآة التي تعكس طبيعة الحياة عند الشعوب وهي التي تساهم في ترسيخ هويته ونشر مبادئه وقيمه ومن أجل النهوض بالمشهد الثقافي في دول مجلس التعاون جاءت مؤسسة الفكر العربي بإطلاق مؤتمرها السنوي في هذا الشأن بحضور شخصيات رسمية بارزة ونخبة من كبار المفكرين والمثقفين المؤسسة العربية ركزت في تقريرها هذا العام على رسم لوحة متكاملة عن مبادرات ومنجزات الثقافة وما تواجهه من تحديات وكشف التقرير في بابه الأول عن السياسات والاستراتيجيات الثقافية في دول مجلس التعاون إضافة إلى تقديم قراءة نقدية في خطة التنمية الثقافية وفي الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس أما الباب الثاني فسلت الضوء على التعريف بأبرز المؤسسات والهيئات الثقافية الخليجية وأبرز أدوارها وإنجازاتها فيما يرمي الباب الثالث والأخير إلى الكشف عن المشهد الإبداعي الخليجي من خلال الشعر والرواية والفنون البصرية وغيرها من مجالات تسهم بالتعرف إلى تجليات النهضة الثقافية الخليجية دول الخليج عرفت بجوانب مضيئة في زوايا ثقافتها كافة انطلاقا من تراثها الأصيل ووصولا إلى نتاجاتها لأسيما في مجالي الأدب والفنون في هذا الحقل المستنير ترجمة نانسي قنقر